الفكرة الأخيرة طبعا في درس تحليل أو في حساب النهايات جبريا عند قيمة محددة هو التحليل عن طريق الضرب في المرافق مثلا طبعا هنا سؤالنا هذا ممكن أن أحلم بأكثر من طريقة بس راح أستخدم هنا الفكرة اللي هي الضرب في المرافق قلنا نستخدم الضرب في المرافق لو كان ناتج بعد التعويض صفر على صفر وأيضا في جذور فلو احنا عوضنا طبعا لازم في البداية نعوض لازم نتأكد أول شنا صفر على صفر فهني واحد نعوض بالواحد بصير عندي واحد ناقص واحد على واحد ناقص جذر واحد أيضا واحد فالناتج صفر على صفر غير معين فألجأ إلى التحليل أو الضرب في المرافق هنا طبعا أنا عندي جذر تربيعي فأنا راح أستخدم الضرب في المرافق فأنا راح أكتب السؤال من جديد وأضرب في المرافق حق الجذر هنا المقدار لفيه الجذر طبعا راح أضرب يعني في نفس ما هو موجود هنا في المقام بس أغير إشارة هني راح تصير زاعد فوق طبعا وتحت وأفضل طبعا إن أنا أحط أقواس فلاحظة الحين أنا الحين عنده في الباست الباست عندي ما لا يشغل فيه أنا يهمني المقام أنا في الباست راح أنزله مثل ما هو اكس ناقص واحد في واحد زائد جذر اكس طبعا تلاحظوا في المقام إحنا ليش ضربنا في المرافق عشان ينتج عندي فرق ما بين مربعين فهذه في هذه طبعا لو تلاحظون إن نفس الشيء بس الإشارات مختلفة فهذه فرق بين مربعين فنقول واحد تربيع هو واحد وجذر اكس في جذر اكس لهي جذر اكس تربيع معناتها بتطلع عندي اكس فالحين نلاحظ إن فيه عندي في الباست والمقام مقدارين متشابهين وهذا ومع هذا بس فيه شيء مختلف لو تلاحظون إنه بس الإشارة هي المختلفة فممكن أنا أختصر هذا المقدار مع هذا المقدار بس لازم أحط بعد الاختصار طبعا عندنا هنا اكس تقترب من واحد إذا المقدارين نفس الشيء بس إشارة مختلفة فأنا ممكن أحط إشارة هني سالب ويظل عندي واحد زائد جذر اكس طبعا وأعوض مباشرة عن الواحد بالاكس هني فراح أصير عندي سالب واحد زائد جذر واحد لهي واحد فالناتج هو سالب اثنين فهذا بالنسبة إلى هذا السؤال السؤال صاني نفس الطريقة بس أعطاني جذر شوي مراكب في شيئين داخل اكسات ثلاثة نفس الطريقة راح في البداية أتأكد صفر على صفر فلو عوّط أنا فلو قلنا بالتعويض راح ينتج لنا شنو لاحظوا هنا عندي ستة جذر ستة زائد ثلاثة يعني جذر تسعة معناته ثلاثة ناقص ثلاثة قسمة اكس بستة معناته ستة ناقص ستة أيضا صفر على صفر إذا نتأكدنا أنه كمية غير معينة فراح أقوم بالضرف المرافق طبعا هنا راح نضعب في مرافق البست لأنه فيه الجذر فراح أكتب البست نفس ما هو وهذا المقام راح أضعب في المرافق عندي نفس هنا نفس ما موجود في البست بس أغير الإشارة بينهم فأقول جذر اكس طبعا ما نغير الإشارة لداخل ما ليشغل بالإشارة لداخل الجذر نغير إشارة اللي برعة اللي هي ناقص ثلاثة خلي هزاء لثلاثة طبعا فوق وتحت نفس المقدار وبنفس الطريقة قلنا طبعا لاحظوا اللي تحت ما ليشغل به راح أنزل مثل ما هو اكس ناقص ستة في جذر اكس زائل ستة زائل ثلاثة يبقى عندي البست طبعا قلنا البست فرق بين مربعين طبعا عندي جذر في الجذر بيروح بيظل عندي اكس زائل ثلاثة طبعا فرق بين مربعين قلنا هني ناقص ثلاثة في زائل ثلاثة فنقول ناقص تسعة اللي هي ثلاثة تربية فلو لاحظ نكمل تحت اكس تقترب من ستة تحت نفس الشي ما عندي تغيير لاحظوا البست عندي اكس زائل ثلاثة اكس زائل ثلاثة ناقص تسعة معنات اكس ناقص ستة وهذا هدفي اللي أبا وصل له انه يطلع عندي القوس اكس ناقص ستة فراح اختصر اكس ناقص ستة مع اكس ناقص ستة فضال عندي لاحظوا في البست ما عندي اشي يعبنات انه يضل عندي واحد وعندي في المقام اعوض عن اكس بستة ف اعوض عن طبعا طبعا انا غلطان مو ستة لاحظة بس بوعدل هذي طبعا هذي اكس زائل ثلاثة وهني نفس الشي اكس زائل ثلاثة مو عليه هذي بعد اكس زائل ثلاثة وهذه طبعا اكس زائل ثلاثة طبعا لو عوضنا هنا بالستة جذر ستة زائل ثلاثة معنات جذر تسعة اللي هي ثلاثة فثلاثة زائل ثلاثة يساو ستة فالناتج هو واحد على ستة هو ناتج اللمت السؤال الأخير بنفس الطريقة لو جينا بنعوض لو جينا نعوض هنا نفس الشي التعويض بنفس الطريقة طبعا عندي اكس تقترب من الصفر معنات اثنين في صفر كم يعطيني يعطيني صفر وعندي تحت ثلاثة ناقص جذر طبعا صفر زائل تسعة يعطيني تسعة فالناتج صفر على ثلاثة ناقص ثلاثة اللي هي صفر أيضا غير معين بنفس الطريقة راح أضرب في المرافق فنقول لمت اكس تقترب من صفر طبعا ثنين اكس ما لا يشغل فيها عنزل الثلاثة ناقص آآ جذر اكس زائل تسعة طبعا نضرب في المرافق مع المقام فأقول اثنين أقول ثلاثة زائد جذر اكس زائل تسعة غيرنا الإشارة اللي هي الناقص إلى زائد نفس الشي تحت ثلاثة زائد جذر اكس زائد تسعة طبعا نحن نفس الشي الباصط ما لا يشغل فيه أنزل مثل ما هو وقل اثنين اكس في ثلاثة آآ زائد جذر اكس زائد تسعة وتحت طبعا فرق ما بين مربعين ثلاثة في الثلاثة تعطيني طبعا آآ تسعة ناقص نلاحظ ان هنا جذر اكس زائد تسعة في جذر اكس زائد تسعة فإذا كتبنا اكس زائد تسعة تشدي بهالصور غلط لأن الناقص مفوضنا يتوزع على المقدار هذا كله فأنا ممكن مباشرة أغير الإشارة فأقول سالب اكس سالب تسعة فأنا لازم اغير الإشارة لأن الناقص يتوزع على المقدار فنلاحظ ان في عندي التسعة تروح مع التسعة ضلت عندي بس سالب اكس طبعا ضلت عندي سالب اكس أنا ممكن اختصر الاكس هذه مع الاكس هذه فلو نلاحظ ان في البس ضل عندي اثنين اعود مباشرة بالصفع في القوس فأقول ثلاثة زائد طبعا جذر صفر زائد تسعة معناتها جذر تسعة يعطيين ثلاثة وطبعا لو تلاحظون تحت ضل عندي سالب لأنه هنا تحت سالب اكس دعنا نكتب سالب واحد فالناتج هو ثنين في ستة سالب اثناش على سالب واحد يعطيني سالب اثناش فالناتج علمت يساوي سالب اثناش وهناي الإجابات كاملة